بالرغم من رحيل العام 2021 لكن الجميع سيتذكره بدرجة حرارته القياسية التي نهزت الخمسين درجة مئوية في كندا والفيضانات القاتلة في آسيا وأوروبا وأحداث الجفاف في أجزاء من إفريقيا وأمريكا الجنوبية والتأكيد هنا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبحسب المنظمة فإنه بالرغم من أن حدثين مناخيين متتاليين من ظاهرة نينيا استحوذا على الاهتمام العالمي في جزء كبير من العام فإن 2021 ما زال مندرجا في قائمة الأعوام السبعة الأكثر حرا على الإطلاق المنظمة حذلت من أن متوسط درجة الحرارة العالمية في العام الماضي يقترب من الحد الأدنى لزيادة درجات الحرارة التي يسعى اتفاق باريز إلى تجنبها الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية قال إن ظواهر النينيا المتتالية تعني أن ارتفاع درجة كان أقل وضوحا نسبيا مقارنة بالسنوات الماضية ومع ذلك كان العام الماضي أحر من الأعوام السابقة التي شهدت ظواهر النينيا وكانت لتأثيرات تغير المناخ والأخطار المرتبطة بالطقس آثار مدمرة غيرت مجرى حياة المجتمعات المحلية في كل قارة